هدأت عاصفة النتائج وعم هدوء ما قبل العاصفة الجديدة في بغداد عاصفة الأيام القليلة التي تخلف مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تلك عاصفة السياقات الدستورية المحفوفة بالتخوف من التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة تخوف يرجحه تعنت الإطار التنسيقي بموقفه الرافض تماماً لنتائج الانتخابات أما في حسابات السياقات الدستورية فالأيام تسير وفق ما هو مرسوم لها بعد مصادقة المحكمة الاتحادية يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوماً برئاسة النائب الأكبر سناً لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وحتى تلك الخطوة لا خلاف أو اختلاف على صنيع الدستور لكن المعضلة التي تحولت لتساؤل عند أصحاب الصنعة السياسية ما هو شكل الحكومة الجديدة وما نوعها؟ توافقية أم أغلبية؟ الإجابة الأولى عند الكتلة الأكبر أو هي التي تحددها كونها الأكبر عدداً في المقاعد والأكثر حضوراً في البرلمان ليكون التفسير حول تحركات مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والكتلة الأكبر وماهيتها من حيث الذهاب إلى تشكيل أغلبية برلمانية من خلال الائتلاف مع التقدم والديمقراطي الكردستاني الأحزاب الأعلى بمقاعدها بعد التيار الصدري وهو الخيار الأرجح سيما بعد تصريحات الصدر بأنه يريد أن يساهم في صناعة حكومة تعتمد على الحق الديمقراطي واحترامه لا تحقيقاً لمصالح المعترضين أو المؤيدين للتوافقية غير المنتجة في حسابات الشارع العراقية اشتركوا في القناة